يتسأل المها تقول لي ما كل اصدقائي وصديقاتي معاي في المدارس معاي في الفريج كلهم راهوا عسكر بكت انا معال الرئيسة معال الرئيس بكت انا بس في المنطقة كلهم راحوا انا شنسوا بروحي وين رابعي وين الصديقائي وين لا تشوفهم كل يوم في المدارس وين نهموا معاي في الفريج اتشوفهم ويوني وزروني انا شنسوا بروحي يعني هذي تتألم من الفين وسبعين انتظرون والان خمس عشر سنة على طلباتهم وهم لا زال ينتظرون الامل والفرج عنهم معال الرئيس معال الرئيس يعني هذي صراحة مأساة لهؤلاء الاشخاص والله قالت البنائي الصغيرة كان مساجن عند الاخد ماريان بوتيري وهي طبعا السادة ماريان بوتيري وهي طبعا صحفية في جريه البطن مساجن هذا الصوت لا تشتغالك والله قاله البركة ببعيسة نعم بعيسة ينقض هذا الموقف ينقض هذا الرئيس معال الرئيس انا اعرفين انا اتوجه الى صاحب السمو الملك الامير سلمان بن حمد رئيس مجلس فورا وهي الاحد رئيس مجلس الوزراء بان طبعا يدرسون هذا الوضع انزيم معال الرئيس هذه السكان والان ماذا تعطي توفير ؟ ماذا تعطي توفير الان ؟ تعطي 60 ألف دولار تعطي ارض للبناء ؟ لا تعطي طعمان تعطي 60 ألف دولار ما يشتري الأرض ؟ يعني كلها مثل دصورات معال الرئيس يعني ماذا يسوون فيه ؟ مزايا ما تنطبق عليه البنوك لا يتعطي لأنه عدد السن القانوني فرجاء رجاء 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 في أن نتمنى بأهل البهانة لقبرا هذا القرح يؤخذ به ويظهر للحكومة وان شاء الله قريبا نسمع الفرج من بعيسي مثل ما قالت لبنت الصغيرة شكرا لكم يا أخوان